اشتركوا في القناة أهلا وسهلا عشرة أدار هو اليوم العالمي أو اليوم الوطني للمحميات وهذا الشيء كتير أساسي لأنه للأسف عم نشوف قديش عم بيصير في فقدين لموضوع أرز شوف وأيضا كل لقابات الأرز اللي نحن منعتز فيه ونهي وسط أرزتنا وسط تعلمنا كمال إذا منحكي شوي عن هالموضوع بالتحديد يعني عن محمية أرز شوف بالبداية قبل ما نفوت بموضوع المحميات الأخرى قديش عم بيكون فيه فعلا تسليط الضوء عليها لحتى واحد يدل حاسس أنه هالمحمية هي محضونة فعلا من أهل المنطقة أو من الأشخاص اللي بيحبوا يجوزروا يعني مبدأ المحميات هو مبدأ جديد على صعيد الوطنة يعني بلشت المحميات بالتسعينات لهذا يعني مع عمره كتير قديم عم نجرب كل سنة عن سنة نحمي هالمنطقة أكتر ونضوع على أهميتها بالنسبة للمجتمع اللي عايش حدا وبالنسبة لكل اللبنانيين لأن المحميات هن منطقة كتير مهمة يتحافظ عليها لأنه عندها جدوى اقتصادية وعندها منفعة صحية وبيئية لكل بلدنا صحيح فهو هدف من الأهداف الرئيسية للمحميات ومحمية أرز الشوف بالذات هو الحفاظ على الإرسل الطبيعي والغنى الطبيعي اللي موجود لحتى نقدر نحافظ على ما تبقى من الخضار ببلدنا ونجرب نحمي قدمة فينا أكيد رح نتابع بها الموضوع أنا ما خلينا نشوفها الكليب اللي بعرفنا أكتر عن المحمية ومنتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكل المحميات بأغلب المحميات اللي موجودة عندنا ببلدنا ونفتخر فيها يعني صاروا لحد هلأ 15 محميين طبيعيين موزعين من شمال لبنان على جنوبه بمناطق جغرافية مختلفة هلأ محمية أرز الشوف موقع الجغرافي بنص لبنان فيها جهة بتطل على الغرب على البحر المتوسط وفيها جهة شرقية بتطل على سهل اللي بقع هذا بيعطيها غنى بالتنوع الموجود وبيعطيها تنوع بالنباتات والأشجار والكائنات الحية اللي عايش فيها صحيح وهون كمان فيه إمكانية للزوار يجرعوا يطلعوا عليها أو يتعرفوا عليها أكتر هلأ محمية أرز الشوف فيها أكتر من مدخل فيها مداخل رئيسية لغيبات الأرز لأنه كل اللبنانية والأجانب بيحبوا يزوروا غيبات الأرز موزعين بغيبات مختلفة عين سحل طب مهراي البروك مع أصر الشوف بالإضافة لغيبات سنديان وأحراج غير أرز كتير مهمة بالنسبة للمحمية وعم يتضوع عليها بكل منطقة جغرافية عم نعمل دروب للمشي بالضيع لحتى نشرك الناس اللي بيجوا بيتمتعوا بالطبيعة مع المجتمع المحلي اللي عايش حد المحميات لحتى يعملوا جدوى اقتصادية هالزوار على الناس اللي عايشين بالضيع ويشجعون ليحموا أكتر ولحتى يكون في عندهم مردود اقتصادي ناتج من الزوار اللي جايين على المحمية يعني فيها تقريبا غابات الأرز اللي فيها أعمارهم يعني تقريبا فوق 2500 سنة يعني كأعمار أرز شوي في جدال على موضوع العمر بس أكيد ألاف سنين عمر الأرز اللي عم نجرب نحميه وفيه كتير شجر جديد وفيه كتير تنوع غير الأرز كلهم سوا عم نجرب نحميه لأنه الحماية مبدأ الحماية هو نحمي كل شي موجود بالطبيعة لأنه كل شي بيكمل الشي التاني الحيوانات كتير مهمين التيور كتير مهمين النباتات الحشرات كل الكائنات اللي موجودة بها المحميات لازم نحافظ عليهم لحتى نحمي كل التنوع البيولوجي الموجود بالمنطق الجغرافي أكيد أكيد إذا منحكي عن المحميات الأخرى أيضا كمان لحتى نعرف عليهم أكتر أنا ذكرت فيه 15 محمية طبيعية بلبنان وإذا منقدر نعرف عليهم بشكل سريع تقريبا أنت نبدأ بالمحميات البحرية فعنا محميتين بحرية لأنه محمية جزر النخيل بعيدة عن مينة رابلوس 5 كم ونص هذه المحمية هي عبارة عن ثلاث جزر بعيدة عن الشط 5 كم وهي كتير مهمة للتيور للغنى السمكة بالإضافة للغنى هي موقع الزلاحف البحرية اللي هي مهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في نوعين من الزلاحف هن بعششوا بهذه المحميتين البحرية محمية شاطئ أسور ومحمية جزر النخيل وهن كتير مهمين على صعيد المتوسط محمية شاطئ أسور فيها ميزة أنه فيها ينابيع مي حلوي بقلب البحر بالإضافة للسروة السمكية والشط الرملي والكثبان الرمدية الآن إذا نطلع على الجبال باقي كل المحمية هن محمية جبلية بشمال لبنان في عنا محمية تنورين غيبة أرس تنورين وحرج أهدن اللي هن عندهم ارتفاعاتهم تقريبا بحدود 1700-1800 متر عندهم فيهم غابات أرز فيهم غابات سنتيان بالإضافة لتنوع بيولوجي كتير مميز بشمال لبنان إذا نروح على الميلة الشرقية من الجبل بشمال في عنا محمية كرمشباط ننزل نزول شوي وين هذي كرمشباط؟ محمية كرمشباط بيعكار محمية اليمونة هي لميلة البعلبك الهرمل يعني طبيعتها مختلفة عن طبيعة المحمية لموجهين المتوسط كمان فيها كتير غنى فيها كتير ينابيع وعيون ماء بينبعوا من هذي المحمية إذا ننزل نزول نقرب بصوب بيروت في عنا محميتين صغار هن محمية شننعير ومحمية بنتاعل هذي المحميات أقرب محميتين على بيروت محميات فيهم غابات سنديان وسنوبر وهذي المحميات من أقرب الأماكن للمدينة وهيدا اللي بيعطيهم الأهمية لأنه مثل ما بنعرف نحن الزحف العمراني عم ببطل فيه مناطق خضرة وهذه المحميات كتير مهمة لأنها قريبة للكسافة السكانية طب كمان سبب الرئيس لإنشاء هايك محميات وقداش فعلا عم يكون فيه فريق عمل عم يقدر يحافظ عليها ويحميها من الأشياء اللي بتكون موجودة فيها يعني أشياء ممكن تأذية بأرضها وقداش ممكن كمان من الاعتداءات اللي ممكن توصل عليها يعني قديش عم يكون فيه فعلا تحسين لإله هو فيه كتير أسباب لإنشاء المحميات الهدف الرئيسي أنه نحمي ما هو موجود فيها تاني شيء ما نخلي الأثر الزحف العمراني والتلوث وكل هذي التفاصيل تأثر عليها فأهم شيء خطوة بالمحميات هي تعلينا وزارة البيئة محمية طبيعية ساعتها بيكون فيه قانون بيحمي هذه المحميات من العمار من التعديات وبعد منها بيصير فيه خطوات متطورة مثل البرامج السياحة اللي هي ما بتأثر على الطبيعة اللي نحن بنسميها بالمحميات السياحة البيئية وبالإضافة لتنمية المجتمعات المحلية لحتى يعرفوا قيمة هيدا المحمية بالنسبة لها عيشتهم فهيدا الهدف الرئيسي بالإضافة أن بحب أذكر أنه المحميات هي المورد الرئيسي لهوالنظيف للماء النظيفي لأنه هي عبارة عن خزانات جوفية بمنطقة ما فيها تلوث بالإضافة للتنوع اللي موجود فيهم لهودي المحميات هودي كلهم كل إنسان بلبنان وبغير لبنان بحاجة لقالهم لحتى نستمر بحياتنا أكيد كمال بالنسبة لموضوع اليوم الوطني للمحميات اللي رح يسائب بعشرة أذار مارش الحالي بش رح يكون في نشاطات رح تتخصص أو رح تتميز بهذا النهار بالتحديد فيما يتعلق بموضوع محمية أرز الشوف بالتحديد نهار الخميس الجاي هو عشاء أذار كل المحميات بلبنان فاتحين ببابهم لحتى يستقبلوا كل الزوار وخاصة طلاب المدارس لحتى نعمل قد ما فينا توعية ونمثل رسالة نحن لاي عم نحميه شو أهمية الحماية بالإضافة لبعض النشاطات المتفرقة بين المحميات بمحمية أرز الشوف في عنا نشاط تحريج مع طلاب المدارس وباب المحمية فاتحة بكل مداخلها بهذا النهار للزوار مجانا أكيد في عنا افتتاح لضرب مائي تحت المي بمحمية جزر النخيل يمكن يكون التقس ما يساعد لحتى تنزار هذه المحمية لأنها مثل ما قلنا جزيرة في عنا نشاط توعية بيئية بمحمية حرج أهدن بالإضافة لمسابعة زجل لطلاب المدارس حد محمية حرج أهدن بالإضافة لنشاطات مختلفة في عنا معرض صور بمحمية وادي الحجير نحن منزلنا على جنوب تألك شو في محميات الجنوب في عنا أربع محميات جديد إن اسمهم ليف وكفرة ودبل ليف وكفرة ودبل وأكيد محمية وادي الحجير اللي عندها معرض صور بهذا النهار بمناسبة اليوم الوطني للمحمية نعرف كمان سنة كتير عم نسمع قداش فيه ناس عم يعملوا هيكينغ أو الرياضة اللي بيمشوا فيها بالمناطق العديدة والمناطق الجبلية وأيضا قداش ممكن هالشيء سير بالمحميات نفسها وقداش منطقة أو محمية أرز الشوف عم تفتح بويبة لهيك نشاطات هلأ من كم سنة كانوا الناس يقولوا محمية يعني ممنوع نعمل شيء يعني بس فيه قانون أنه منع ولكن المحميات هي هدفة توعية وهدفة يتمتعوا الناس فيها فعنا دروب للمشي عنا نشاطات مختلفة مثل الدراجات الهوائية مثل المشي على التلج عبر الركات أما سنوشوز هؤذي نشاطات بيخلوا الزوار يتمتعوا بالطبيعة ويكونوا بعيد كتير عن الضجيج وعن المدن هيدا الشغلة كلنا منفتقدها والمحميات بتأمن هيدا الخدمة للزوار منكون نحن نخليهم يكتشفوا الطبيعة الحلوة بأقل ضرر ممكن عليها فشغلة المحميات وإدارة المحميات هي توجيه الزوار لتكون أقل ضرر ممكن على الطبيعة لحتى نقدر نحافظ عليها كيف ممكن ندعم محميات ومنها محمية أرز الشوف دعم المحميات هو عبر الزيارة أول شيء زيارة المحميات كتير ضرورية يعني نحن تقريبا سنة الماضي أجا 70 ألف زاير على المحمية الزوار كلهم تعرفوا على المنطقة في منهم بيطلعوا بشكل دوري في منهم أول مرة بيطلعوا على المحمية تسويق المحميات للمجتمع وخصوصي بهالوضع اللي فيه كتير مشاكل بيئية بالبلد كتير مهم ندوّع على البيئة وندوّع على الحفاظ ونساعد بتوعية البيئية عبر التسويق لها المحميات وزيارتها بالإضافة لتنمية المجتمع المحلي اللي حدها نحن بهمنا المحمية تكون موجودة وبهمنا كل المجتمع المحلي اللي حدها يكون عم يستفيد على سبيل المثال المرشد المحلي اللي بيطلع مع الناس اللي بيستفيد مدية من الزوار بيوت الضيافة أما موائد الضيافة اللي بتضيع في كتير ناس بيحبوا يطلعوا ما يأكلوا بمطعم يأكلوا عند ناس عند أهل الضياع الأكل التقليدي بالإضافة للمطاعم والخدمات لحد المحمية لتكون ماشي بنطاق بيئي وبنفس الهدف اللي هو الحفاظ على الطبيعة يعني هيك بتحذى كل العجل الاقتصادية والسياحية يعني بالمنطقة نفسها اللي موجودة فيها المحمية وهون بيصير يعني عم نحمي البيئة عم نحمي الطبيعة وعم نحمي أيضا يعني الموارد الاقتصادية والاجتماعية لها الناس المحيطين بالمنطقة نحن يمكن ما وصلنا لمراحل متقدمة مثل المحميات العالمية الباقيين بس محمية قال زي شوف قدرت تعمل دراسي سنة الماضي هي جدول اقتصادية أما الأثر الاقتصادي للمحمية أما لوجود المحمية على حياتنا فطلعت كلما نعمل ندفع دولار بهذه المحمية بتكون عم تساهم بـ 19 دولار مردود كأنه تلوث ولا هو مضيف ولا حماية الطبيعة كل دولار منحطه بالحماية بيعطينا 19 دولار على صعيدنا لما فعتنا شخصية وقديش هالشي فعلا عم بيصير موجود يعني كواعي يدخل بواعي المواطنين ويحسوا أنه عن جد هاده الشي فعلا مزبوط لأنه بهالفترة اللي عم نفقد فيها كل الحس البيئي بهالبلد للأسف الشديد وإن شاء الله يا رب نخلص منه بقى قريبا جدا قديش فعلا عم بضال موجود هالإيمان أنه ممكن هالناس يقدروا يستثمروا بالبيئة يقدروا يطلعوا يدفعوا رسم للدخول إلى المحميات ومن خلالها يرجعوا يكون عندهم هنم أيضا مردود يعني إن كان مردود صحة بيئة وكمان مثل ما بتقول أنت واحد بيغير وبيبعد عن الضجيج وبيتنفس هوا نظيف يعني بحب أقول شغل أنه لازم يكون فيه إيمان من المجتمع لحد المناطق الحلوة في منهم كتير محميات وفي منهم مش محميات بعضهم لحتى نحافظ عليهم مش مثل المناطق المجاورة يعني من كل لبنان هو لبنان الأخضر ولبنان في كتير معالم كتير مهمة ثقافيا وطبيعيا لازم نحافظ عليهم عبر أنه الثقافة لازم نحافظ عليها لهذه الشغلة لأنه على الصعيد كل منطقة تحمي خضارة وجمالة هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نحافظ على لبنان وعلى المحميات الموجودة صحيح لأنه مثل ما ذكرت في كتير يعني إن كان من الكائنات البشرية أو الحية أو أيضا من النباتات وغيرها من الأمور ممكن تنقرض وما منعود نرجع ننشوفها وللأسف الشديد بيكون خلص فيتل أوين إذا ما انتبهنا لها وحميناها على الصعيد البيئي في كتير أنواع نباتات أما أشجار مش موجودة أما مهددة بالانقراض عالميا في كتير نباتات مش موجودة غير باللبنان وفي كتير منهم عندهم الاسم اللبناني شجرة الأرز اللي نحن بنعرفها هي اسمها سدرس ليباني الأرز اللبناني وما كانت موجودة بالعالم اسمها الأرز اللبناني مزبوط أقل الشي نحافظ عليها لحتى يكون في عنا غابات حلوة ومناطق نضيفة ونجرب نحمي البيئة على صعيد الوطن كله أكيد شكرا كتير لألك كمال وأهلا وسهلا فيك رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع وقفتنا أيضا الأخيرة من المزار كفر ذبيين وأيضا محطتنا مع ورشة ملح أخليكم معنا